صعد الجانبان الأمريكي والتركي عسكرياً وسياسياً عشية اجتماعات اللجنة المشتركة في أنقرة اليوم الجمعة للحصول على أفضل موقف تفاوض وسط مساعي الجانبين للبحث عن تفاهمات جديدة إزاء ملفين يخصاني سوريا هما المنطقة الآمنة وخريطة الطريق في مينبج صحيفة الشرق الأوسط التي أوردت النبأ قالت إن واشنطن عززت موقفها في التحالف الدولي ضد داعش شرق سوريا حيث أجرى مسؤولون أمريكيون جولة محادثات لإقناع دول مثل بولونيا وهنغاريا وألبانيا للمساهمة في قوات برية تملأ الفراغ بعد خفض عدد القوات الأمريكية ووسعت من بعض قواعدها العسكرية شرق الفرات خصوصاً في كوباني والجزيرة أنقرة من جهتها كثفت اتصالاتها مع المجموعات السورية المسلحة مهددة بتواغل شرق الفرات وعززت وجودها العسكري على الحدود السورية ونشرت وحدات خاصة وتقول الصحيفة أن أنقرة تريد إقامة منطقة أمنية بعمق بين 30 و35 كيلو متراً من جرابلوس على نهر الفرات إلى فيشخابور على نهر دجلة خالية تماماً من وحدات حماية الشعب وأن يكون للجيش التركي الدورة الرئيسية فيها من دون مشاركة أوروبية أما واشنطن فهي مستعدة للبحث في إقامة منطقة أمنية بعمق خمسة كيلو مترات بحيث لا تشمل المدن وهي لا تريد وجوداً برياً للجيش التركي مع استعدادها للقيام برقبة جوية لهذه المنطقة للعزل بين الوحدات وتركيا أما بخصوص ملف ميمبيج فإن واشنطن ترى مدعومة بفرانسا التي أقامت قاعدة عسكرية قرب ميمبيج أن خريطة الطريق نفذ معظمها وجرى تسير دوريات مشتركة وأن المجلس المدني الحالي يعكس الوضع الحقيقي للمدينة نتائج اجتماعات اللجنة الأمريكية التركية ستكشف حدود التصعيد بين البلدين لكن نتائجها على الأرجح لن تكون كما تريدها أنقرة خصوصاً مع توسيع التحالف لقواعده العسكرية شرق نهر الفرات وهو ما يشير إلى أنها باقية ولن يكون للجيش التركي أي دور رئيسي في المنطقة الأمنة ترجمة نانسي قنقر